نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الإعدادي دون أي تغيير موضحا أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثاني تنقسم إلى اختباري شهر والاختبار الثالث هو اختبار نهاية العام الدراسي 2023